بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث السنوي التجاري أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرياضة المالية للصف الثالث السنوي التجاري شعبة التسويق وسوق المال على قناتكم المفضلة قناة مصر للتعليم الفني هنستكمل مع بعض ما بدأناه في منهج الرياضة المالية وكنا قلنا في الحلقات السابقة موضوعات الرياضة المالية وبذقنا بموضوع العلاقة بين الفايدتين واخدنا ست حالات في العلاقة بين الفايدتين وكلها كانت من امتحانات سابقة وعرفنا القوانين بتاعة العلاقة بين الفايدتين وعرفنا ازاي بنجيب المعدل عن طريق فيه اتنين نقص فيه واحد على فيه واحد فيه مية او لو كان مديني الفرق في المسألة ما تدورش على فيه اتنين وفيه واحد قد الفرق على طول يبقى المعدل بيساوي الفرق على فيه واحد في مية وبعدين قدرنا نحصل على المبلغ وقلنا المبلغ بتاعنا الف بيساوي فيه واحد على عين من مية او فيه واحد على عين في مية وعرفت ان عشان اجيب المبلغ لازم اجيب فيه واحد فعلشان كده لو كان مديني مجموع فوائد بسيطة فكنت بقول له فيه واحد بتساوي مجموع الفوائد البسيطة على عددها دي كانت الحالات اللي خدناها في مادة الرياضة المالية على موضوع العلاقة بين الفائدتين وعرفنا بعد كده ان فيه بعض الحالات المهمة زي الجملة المركبة وعرفت ان الجملة المركبة عندي عبارة عن يا اما اجيبها بالجداول المالية او بالالة الحزبة وعرفنا ان بالجداول المالية الجملة المركبة هنستعمل الجدول الاول يبقى الضيف بتاعنا في موضوع الجملة المركبة في الباب الاول هو الجدول الاول وعرفت ان معي خمس جداول مالية درسنا منها في المرة اللي فاتت الجدول الاول فقط وعرفت ان الجدول الاول وظيفته شغلته في الرياضة المالية انه بيجيب الجملة المركبة لمبلغ يعني واحد وعين من مية دي اللي هي الجملة المركبة للجنيه واحد وعين من مية اللي هي الجملة المركبة للجنيه اما عين من مية بس اللي هي فايدة الجنيه لذلك لما اشتغلنا في الجملة المركبة قلنا في الحلقات اللي فاتت ان الجملة المركبة زي ما احنا شايفين بنقول إن الجملة المركبة بتاعتنا بنقول لو بالجداول المالية بالجدول الأول عرفت إن الجملة المركبة جيم بيسوي أصل المبلغ في مستخرج الجدول الأول أمام نون من وحدات الزمن وأسفل عين في المية فده كنا بنسميه مستخرج الجدول الأول ودي لما اتفقنا مع بعض إن أنا هجيبها بمستخرج الجدول الأول لما يكون مديني المعدل والمدة موجودين في الجدول الأول طيب إذا كان المعدل أو المدة غير موجود بالجداول إيه اللي هيحصل؟ أقول لك على طول بمنتهى البساطة نستخدم الآلة الحزبة ده الكلام اللي احنا قلنا الحلقة اللي فاتت وقلت الآلة الحزبة بقى الجملة هتساوي ألف في واحد وعين من مية أس نون ده قانون الآلة الحزبة وسواء بالجداول المالية أو بالآلة الحزبة عرفت إن أقدر أجيب الفايدة مباشرة عن طريق طرح أصل المبلغ من الجملة يبقى الفايدة بتساوي جيل ناقص ألف يبقى دي كانت الشغل اللي احنا اشتغلناه في الحلقة اللي فاتت علشان كده عايز أرجع لحضرتك على بعض الحاجات عن الحلقة اللي فاتت عاوزين نقول إن في بعض الموضوعات السهلة البسيطة اللي بتكون موضع امتحان ودي شفناها في حلقات كتير في امتحانات سابقة كتير جدا قبل كده فعلشان كده عاوزك على طول تركز معايا في بعض التمارين السهلة البسيطة وكلها تمارين من الكتاب المدرسي ومن امتحانات سابقة جميلة جدا وافكارها سهلة جدا تعال نشوف معايا كده أول تمرين بيقول لنا أودع شخص خمس تلاف جنيه أو خمسين ألف جنيه في بنك أنا قلت لك وانت بتقرأ التمرين دايما دايما طلع معضيات المسألة وانت بتحل التمرين هنا كلنا عارفين إن المبلغ رمزه إيه ألف برافو عليك يبقى لما قلت أودع شخص خمسين ألف جنيه تقول للألف بخمسين ألف جنيه حضرتك رحت البنك حطيت خمسين ألف جنيه في بنك بمعدل فايدة مركبة يبقى المعدل بتاعنا اللي كنا بنسميه عين قلنا بكم في المية بتمانية في المية يبقى المعدل بتاعنا تمانية في المية وذلك لمدة اتناشر سنة خد بالك كده المدة اسمها إيه اسمها نون بكم باتناشر سنة كده معايا مبلغ معايا معدل معايا مدة عاوز مني إيه أقولك بمنتهى البساطة أقدر أحل الجملة المركبة والفايد المركبة في نهاية المدة إزاي نحل الكلام ده أقولك أول حاجة لما هتبص في الامتحان السابق اللي كان فيه التمرين ده أو في الكتاب المدرسي هتلاقي عندك الجدول المالية الجدول الأول موجود فيها معدل تمانية في المية وموجود فيها اتناشر سنة يبقى المدة والمعدل موجودين في الجدول المالية ما تتعبش نفسك وكتب قانون الجدول المالية السهل الجميل هتفتكر كده قانون الجملة المركبة بالجدول المالية حضرتك قلت لي أصل المبلغ في مستخرج اتناشر سنة تحت تمانية في المية من الجدول الأول من الجدول الأول يبقى ركز معايا إن الجدول الأول هو الضيف الجميل اللي بيحل مشكلة الجملة المركبة دايما طيب تعال نعوض في الكلام ده قلت لي أشيل الألف وحط كنتو اللي هي كانت خمسين ألف فيه طلع مستخرج الجدول الأول كده أنا معاك هولا وبتفتح الكتاب بتاعك هتلاقي الجملة بتاعتك بتساوي إيه أو مستخرج جدول الأول تحت تمانية في المية قدام اتناشر سنة يطلع اتنين علامة خمسة واحد تمانية واحد سبعة صفر واحد بالآلة الحزبة وبراختك خالص وانت بتحسب ما تستعجلش وقت الامتحال إن شاء الله يكفيك ولكن حل التمرين بهدوء علشان تضمن أدق النتائج هتمسك الآلة الحزبة وتقول لي خمسين ألف فيه اتنين علامة خمسة واحد تمانية واحد سبعة صفر واحد يساوي على طول بالزبط وبالتحديد يديه لك مية خمسة وعشرين ألف تسعمية وتمانية علامة خمسة واحد كده إنت قدرت تحصل على الجملة المركبة طيب بعد ما حصلت على الجملة المركبة وكان طالب حاجتين طالب الجملة وطالب الفوائد أقول له تمام أنا جبت الجملة أقدر أجيب الفوائد المركبة في الهاية الاثناشر سنة ودايما قلت لك استخدم القانون السهل البسيط الفوائد بتساوي الجملة ناقص المبلغ طيب أنا معايا الجملة لسه جايبها حالا اللي هي مية خمسة وعشرين ألف تسعمية وتمانية وواحد وخمسين من مية أصل المبلغ من التمرين كان خمسين ألف أصل المبلغ كان خمسين ألف ألقى إن الفوائد بتاعتنا بتساوي خمسة وسبعين ألف تسعمية وتمانية وعلامة واحد وخمسين كده أنت قدرت تحصل على الجملة وقدرت تحصل على الفايدة يبقى عندك الجملة والفايدة اللي معاك على طول بمنتهى البساطة تقدر تحصل عليهم من التمرين عن طريق القوانين اللي أنت عارفها وعن طريق إنك بتحدد المسألة دي بتتكلم عن إيه حضرتك حددت لي إن الجملة المركبة خلاص أنا عرفت إن ده الجدول الأول يبقى لما يقول الجملة المركبة ويقوله ده الجدول الأول طلب مني جملة وطلب مني فوائد جبت الجملة وبعدين جبت الفايدة بقانون الفيه بتساوي جيم ناقص ألف طيب عشان برضو نلاجع على بعض الحاجات اللي احنا خدناها في الحلقات السابقة قلت ممكن يطلب منك أصل المبلغ وفي الحلقة دي بيبقى مدي لك الجملة جاهزة يبقى لو طلب منك أصل المبلغ ودى لك الجملة جاهزة هعمل إيه تعالى معايا نشوف التمرين ده ودايما دايما اقرأ التمرين بهدوء وبتركيز لأنك لو قرأت التمرين بطريقة سليمة وبتركيز قدرت توصل للمطلوب وده نص الحل إنك تشخص إيه المطلوب اللي عندك أنا عاوز إيه من المسألة عاوز جملة طيب يبقى يشتغل بقانون الجملة المعدل والمبلغ موجودين يبقى يشتغل بقانون الجملة بمستخرج الجدول الأول طيب لو المعدل والمبلغ مش موجودين يبقى يشتغل بقانون الجملة بالآلة الحزبة إذن قراءتك للتمرين وتحديد النقاط اللي موجودة في التمرين هي اللي بتوصلك لإنك هتحل إيه وإيه اللي مطلوب منك لذلك لما هنقرأ التمرين معنا دلوقتي التمرين الجميل ده بيقول لي مبلغ ما بلغت جملة والمركبة 22039 و92 من مية خد بالك وددلك إيه قالك الجملة معك كذا يبقى هو مديني الجملة طيب بعد ما اداني الجملة هعمل إيه على طول بمنتهى البساطة لما اداني الجملة لقيته بيقول لي المبلغ مش موجود طيب هجيب المبلغ ده إزاي تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة عندي لما حضرتك بتقول لي المبلغ مش موجود أقول معنا أنا قيل إن المبلغ أهو تحتي علامة استفهام المبلغ مش موجود بس سيادتك اديتني الجملة تمام كانت بـ 22039 وعلامة و92 معايا الجملة ومش معايا مبلغ ومعايا معدل الفايدة المركبة 8% ومعايا النون أو المدة خمس سنوات هنا بمنتهى البساطة المعدل موجود في الجداول المالية والمدة موجودة في الجداول المالية تقدر تقول لي إن الجملة بتساوي ألف في مستخرى الجدوى الأول عند خمس سنوات بمعدل 8% من المجهول عندك؟ قلت لي المجهول ألف أنا عاوز أجيب الألف أقول لك تمام يبقى على طول تقول لي الألف هيساوي الجملة اللي معانا على مستخرج الجدوى الأول معاك الجملة بكام؟ قلت لي معايا الجملة بـ 22039 وعلامة 92 مستخرج الجدوى الأول أسفل 8% وأمام 5 وحدات زمن أو النون بتسوي 5 على طول هتجيب المستخرج هتلاقي إن المستخرج كان بواحد علامة 4 6 9 3 2 8 امسك الألة الحسبة واقسم هتلاقي إن الألف عندك كان بـ 15000 بكده أنت قدرت توصل لقيمة المبلغ اللي هو كان عاوز أقول الألف اللي هو أصل المبلغ كده جبت المبلغ بطريقة سهلة جداً وما عوضتش في خطوات كتير ودايماً أأكد عليك في نهاية التمرين إن دايماً 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 الجملة المركبة هي مستخرج الجدول الأول اوعى تنسى أقول لك جملة مركبة يبقى جدول أول أقول لك جدول أول يبقى جملة مركبة يبقى دايماً الجملة المركبة هي مستخرج الجدول الأول يبقى تعالى معايا بقى تابع كده اللي احنا قلناه احنا قدرنا نحصل على رقم واحد الجملة المركبة بالمستخرج الجدول الأول وبعدين غيبنا منها المبلغ بتاعها اديتك جملة ومعدل ومدة وعاوز منك إيجاد أصل المبلغ إيه اللي هيحصل هنا؟ هتقول لي الجملة المركبة بتسوي ألف في مستخرج الجدول الأول يبقى لو أنا عاوز ألف هأسم الجملة المركبة على مستخرج الجدول الأول برافو عليك تاني القانون الأصلي دول إيه؟ الجملة المركبة بتسوي أصل المبلغ في مستخرج الجدول الأول طيب لو انا بقى طالب اصل المبلغ تقول لي اصل المبلغ بيساوي الجملة المركبة على مستخرج الجدول الاول ده كلام سهل وبسيط جدا جدا طيب عندي بعض التمرين كمان على ايجاد المبلغ ان هو يديني فايدة يديني فايدة وعاوز مني اوجد المبلغ هعمل ايه في الحالة دي تعال اركز معايا والتمرين ده من التمرين المهمة جدا جدا لان بعض طلابنا الشطار وطلباتنا الشطار بيبتدي يحفظ المسألة اه مديني جملة وعاوز المبلغ يبقى الالف بيساوي جيم على مستخرج جدول ولده كلامك سليم جدا بس لو ادلك فايدة وطلب المبلغ القانون اللي معاك للأسف مش هينفع يتعمل كده فتعال اشوف معايا لو اداني فايدة وطلب المبلغ هنعمل ايه في الحالة دي الموضوع سهل وبسيط جدا 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 ونشوف ايتحل ازاي بمنتهى البساطة اذا المبلغ اللي عنده حضرتك مجهول استثمره بمعدل فايدة مركبة سبعة في المية كل ستة شهور ادي اول مشكلة قبل اتنين ان المعدل غير سنوي معدل ده معدل جزئي تب عاوز ايه قال لي اول حاجة انت قلتيني المبلغ مجهول اهو ومديني معدل بسبعة في المية كل ست شهور وذلك في نهاية خمس سنوات طيب لما يكون عندك معدل غير سنوي زي ده ما تقدرش تكمل مسألتك الا ما تعدل وحدات الزمن ازاي هجيب حاجة اسمها مرات الاضافة اللي هي ميم مرات الاضافة الميم بتساوي ايه بتساوي شهور السنة اللي هم 12 شهر على شهور المعدل اللي هم 6 شهور يبقى هنا الميم كام مرة قلتيني مرتين تقدر تجيب وحدات الزمن عبارة عن النون في ميم عبارة عن النون في ميم طيب النون عندي بكام قلت لي بخمسة والميم لسه طالع بكام باتنين يبقى وحدات الزمن تكون بعشر وحدات زمن يبقى احنا عدلنا وجبنا او خلينا النون بقت عشرة افتكت كده بقى هو مديلك ايه ده كان مديني الفايدة كان مديني الفايدة بتمن تلف سبعمية واربعة وعلامة ستة وتلاتين خد بالك مداش جملة اعطى فايدة وطالما ادى فايدة لازم تفتكر قانون الفايدة كده معايا معايا ناس شطرة جدا 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 وفاكرة قانون الفايدة لما راجعناه في الحلقات اللي فاتت وقلنا الفايدة بتسوي اصبر المبلغ فمستخرج الجدول الاول ناقص واحد ليه ناقص واحد هو مستخرج الجدول ده مش كان واحد وعين تمام يعني جملة الجنيه هنشيل منه الجنيه نفسه هنشيل منه الجنيه نفسه عشان يديني الفايدة لان الفايدة عين لان الفايدة عين من مية يبقى انا هقوله ايه هقوله على طول قانون الفايدة كان بيساوي اصل المبلغ فيه مستخرج الجدول الاول اللي عندنا لازم اشيل منه الجنيه الاصلي اللي احنا حاسبين عليه نقص واحد يبقى هنا هتقول الفايدة بتساوي اصل المبلغ في مستخرج الجدول الاول طيب انا عندي الفايدة كام قلتيني الفايدة بتساوي الفايدة بتساوي تمن تلاف سبعمية واربعة وعلامة ستة وتلاتين بيساوي اصل المبلغ اهو نكتبه بلون تاني اصل المبلغ في مستخرج الجدول اللي عندنا كان بكام قلنا بعشرة وكام في المية سبعة في المية يبقى على طول لما اجيب مستخرج الجدول ده تحت سبعة في المية وامام عشر وحدات زمن هيددي لك واحد علامة تسعة ستة سبعة واحد خمسة اتفقنا هنشيل منه كام واحد برافو عليك يبقى هنا ابقى عندي تسعة ستة سبعة واحد خمسة مضروبة في مين في الالف وبره تمانية سبعة سفر أربعة علامة ستة وثلاثين كده بمنتهى البساطة تقدر تجيب الالف على طول اللي هو تمن تلاف سبعمية واربعة علامة ستة وثلاثين مقسومة على علامة تسعة ستة سبعة واحد خمسة يطلع معاك المبلغ بالزبط والتحديد بتسعة تلاف جنيه يبقى هنا انا اضطرد استخدم قانون الفايدة ليه؟ لان هو الداني هنا قال لي كانت فائدته قال لي كانت فائدته اما لما في التمرين اللي فات اداني الجملة استخدمت على طول قانون الجملة يبقى دايما عند حضرتك طريقتين لو ادالك الجملة هتستخدم قانون او هتعوض في قانون الجملة ولو ادالك الفايدة تعوض في قانون الفايدة الموضوع سهل جدا جدا وبسيط ولو ادالك فايدة السنة الخمسة زي ما حلناها مع بعض قبل كده هتعوض في فايدة السنة الخمسة طيب عندنا كمان بعض الافكار السهلة الجميلة لما بيطلب مني مدة القرد يعني لما يديني تمرين ويديني الجملة ويطلب مني مدة القرد وهنا عندي الحقيقة موضوع المدة ده من الموضوعات السهلة والبسيطة جدا 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 ولكن عاوز تركيز صغير اوه لان المدة موجودة فين او أحدات الزمن موجودة فين في قيمة المستخرج جيمون بمعدل عين فدايما لو جاب لك المدة او المعدل طلع المستخرج لوحده برة وقوله ان المستخرج بيساوي الجملة على اصل المبلغ وبعدين لما يطلع ناتج ابحث به في كشف الجدول الاول يطلع تحت المعدل وقدام المدة زي ما انت عايز الموضوع سهل وبسيط جدا وتعالوا نشوف مع بعض عندي تمرين سهل بيقول لي اقترض شخص 8000 جنيه اقترض شخص 8000 جنيه من بنك بمعدل فايدة مركبة 12% سنويا طيب انت كده يا فندم ادتني الالف بكام 8000 جنيه بمعدل فايدة مركبة العين ب12% سنويا فاذا علنت ان الجملة المركبة اخد بالك دداني الجملة ب 14000 98 وعلامة 733 ده كده قيمة الجملة يبقى حضرتك مديني جملة يبقى استخدم قانون الجملة ده كلام كويس جدا احسب مدة القرد احسب مدة القرد مين بقى اللي مجهول عندك مدة القرد طيب فكرني كده بقانون الجملة عشان هو ادالك الجملة قلت لي افكرك بقانون الجملة الجملة بيساوي سمعك ونت بتقول لي الف في مستخرج الجدول الاول كلام كويس جدا تقول لي عايزين المدة يبقى هنا الجزء المفقود من المستخرج هات المستخرج ده الواحده برا قلت لي الجملة المستخرج الجدول الاول النون ما عرفهاش ولكن انا عرف المعدل كويس بكم في المية ب 12% يبقى بيساوي خد بالك بقى احنا هنعمل ايه هنقول له الجملة على اصل المبلغ الجملة على اصل المبلغ بيساوي خد بالك معي شير الجملة وحط كام 14 ألف وتمانية وتسعين وعلامة سبعة تلاتة تلاتة على اصل المبلغ بكام بتمن تلاف هنقسم الكلام ده يبقى قسم الجملة على اصل المبلغ هيطلع معاك بالقالة الحسبة على طول الناتج يطلع واحد علامة سبعة ستة اتنين تلاتة اربعة اقول له بالبحث في الجدول الاول بالبحث في الجدول الاول بالبحث في الجدول الاول اسفل اتنشر في المية عن الرقم ده ها امسك امسك كده الجدول الاول تحت اتنشر في المية دور كده في الجدول الاول اللي هو العموب الاول اللي عندك تبص تلاقي الرقم ده موجود جبت الرقم ده لقيته امشي بالعرض كده قدام نون من فترات الزمن هتلقى على طول النون او الرقم ده يقع قدام خمس وحدات زمن يبقى النون بتساوي خمس سنوات ادرنا نحصل على مدة القرض بمنتهى البساطة يبقى دايما التمرين اللي عندك تقرأه كويس شوف ايه اللي هو مدهولك لو مدي لك جملة هتعوض في قانون الجملة لو مدي فايدة هتعوض في قانون الفايدة لو مدي فايدة سنة معينة فايدة السنة الخمسة مثلا هتقول له فايدة السنة الخمسة بتساوي الف في مستخرج الجدول الاول عند السنة الخمسة ناقص مستخرج جدوى الاول عند السنة السابقة لها اللي هي السنة الرابعة وتعود وتطلع اللي انت عاوزه ولكن المسألة لازم تقرأ بهدوء وبعناية وتهتم جدا جدا انك تطلع معطلاتك الاول عشان تشوف ايه اللي موجود و ايه اللي مفقود وتبتدي تعود تحصل على اللي انت عاوزه عندي كمان كم من الموضوعات السهلة الجميلة اللي احنا رجعنا عليها في الحلقات السابقة اللي هو المعدل الحقيقي السنوي وده موضوع سهل جدا 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 وعاوز افكرك به في تمرين بسيط كده بسرعة بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي السنوي الذي يعادل المعدل 1% شهريا عاوز المعدل الحقيقي السنوي اللي بيعادل 1% شهريا عاوز مني ايه في التمرين ده خد بها لك كويس بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي السنوي المعدل الحقيقي السنوي هنا لو هنركز مع بعض هو بيقول لي يعادل معدل واحد في المية شهريا طيب هنا أول خطوة تفكر تحسبها في التمرين تجيب الميم اللي هي عدد مرات إضافة الفايدة الميم هنا بتسوي شهور السنة اللي هما كان اتناشر على شهور المعدل اللي هو واحد علشان كان قال لي أنه هو شهريا يبقى اتناشر على الواحد فيها اتناشر مرة يبقى الميم اتناشر مرة طيب جبت الميم ناقص حضرتك تعوض في القانون القانون بيقول ليه بيقول لي المعدل الحقيقي السنوي بيساوي مية في واحد وعين شرطة من مية قص ميم الكلام ده ناقص واحد برفع ليك يبقى تقول لي مية في واحد وواحد من مية الكل قص كام تقول لي قص اتناشر الكلام ده ناقص واحد يلا كده مع بعض بالقال الحزبة هتمسك قلتك وتعوض تلاقي ان المعدل الحقيقي السنوي يطلع اتناشر علامة ستة وتلاتين في المية يبقى انت قدرت تحصل على المعدل الحقيقي السنوي لهذا التمرين فيه تمرين كمان طالب مني اوجد المعدل الحقيقي السنوي الذي يعادل المعدل ستة في المية كل نصف سنة خد بالك كويس جدا في التمرين ده هو بيقول لي ستة في المية كل نصف سنة طيب هي النصف دي بتقسم السنة لكم مرة بعض عليك سمعك وانت بتقول لي يبقى المين بتساوي اتنين اما لو كان قالك ربع يبقى قسمت السنة لاربع مرات لو قالك تلت يبقى قسمت السنة لتلات مرات يبقى كده النصف هنا قسمت السنة لكام لاتنين تعالى بقى نعوض تقول لي المعدل الحقيقي خلاص كتبنا القانون قبل كده بيساوي مية في واحد وستة من مية قص كم مرة قلت لي قص مرتين ناقص واحد وتبتدي تعوض تعويضك المباشر بالآلة الحزبة يطلع اتناشر علامة ستة وتلاتين ده كان اتناشر تمانية وستين تمام يبقى كده على طول قدرت تحصل على المعدل الحقيقي السنوي طيب عندي برضو بعض الافكار السهلة الجميلة لما يطلب المعدل الحقيقي الربع سنوي لما يطلب معدل حقيقي ربع سنوي هعمل ايه في الحالة دي هقولك نعمل ايه بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي الربع سنوي خد بالك هنا المعدل حقيقي ربع سنوي ربع سنوي يبقى على طول لما تقول لي معدل ربع سنوي يعني بيقسم السنة لاربع فترات او اربع مرات يبقى المعدل المين بكام باربعة طيب هو عايز معدل حقيقي ربع سنوي هقول له هنا ايه هو مدي لك معدل سنوي اقول لنا على طول بمنتهى البساطة تقول لي المعدل الربع سنوي هيساوي 100 في الجزر الرابع لواحد والمعدل اللي عندنا الجزر الرابع لواحد والمعدل المعدل كان كام اتناشر بس بعد ما تخلص يبقى اطرح واحد يبقى 100 في الجزر الرابع لواحد واثناشر مطروحا من الناتج واحد يطلع على طول بالزبط وبالتحديد اتنين علامة سبعة وتمانين في المية كده انت جبت المعدل الربع سنوي طبعا ده ربع سنوي سنوي ناخد كمان تمرين عليها اوجد المعدل حي الربع سنوي خلاص طالما قالك ربع سنوي يبقى المين باربعة هتقول لي بقى المعدل الربع سنوي بيساوي مية في جزر المين باربعة واحد والمعدل السنوي اللي عندك بكام باحداشر الكلام ده ناقص واحد على طول بالآلة الحزبة يطلع اتنين واربعة وستين من مية في المية ربع سنوي او كل تلات شهور ده كان مراجعة على موضوعات الحلقات اللي فاتت وقدرنا نلخص اجزاء كويسة جدا من المنهج في الباب الاول عن عن الجملة المركبة او عن الفايدة المركبة او عن ايجاد المبلغ بدلالة جملة او ايجاد المبلغ بدلالة فايدة او ايجاد المبلغ بفايدة سنة خمسة او المعدل الحقيقي السنوى او المعدل الحقيقي الربع سنوى عندي كمان بداية الباب التاني بيتكلم في موضوع مهم جدا 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 وتعالوا نشوفه مع بعض الموضوع ده اللي هو ايه اللي هو القيمة الحالية المركبة والخصم الصحيح المركب يبقى لما اجا تكلم عن القيمة الحالية المركبة اللي هي خصم والصدال الديون بالفايدة مركبة على طول هنقول ايه؟ هنقول اول حاجة لازم اعرف بعض التعريفات الهمة بعض التعريفات الهمة الموضوع بتاعنا الخصم والكمال الحالي المركبة النهاردة الفصل الاول من الخصم واستبدال الديون على طول ارفت ايه هو الخصم او اسأل ايه هو الخصم اقولك قبل ما اقولك ايه هو الخصم لازم تكون عارف ان كل كنبيالة او كل سند اذني او كل دين بيكون ليه قيمة اسمية وقيمة حالية يعني لو حضرتك هتاخد قرد النهاردة القرد ده ليه قيمة اسمية ولتكن مئة ألف جنيه ولتكن مئة ألف جنيه القرد ده ليه قيمة اسمية وقيمة مستقبلية وقيمة حالية يبقى دايماً أي دين ليه قيمة مستقبلية اللي هي الجملة وليه قيمة حالية بس بشرط انه يدفع قبل موعد استحقاقه مش فاهمين طب تعالى بالروحة تاني نقولها لو أنا علي كمبيالة بعشر تلاف جنيه تستحق ألفين خمسة وعشرين تستحق سنة ألفين وكام وخمسة وعشرين العشر تلاف جنيه دول اسمهم القيمة الاسمية يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان الكنبيالة قيمتها بكام بعشر تلاف جنيه تستحق سنة ألفين خمسة وعشرين ركز معايا كده ألفين خمسة وعشرين لسه ما جاتش لسه السنة دي ما جاتش تمام امتانا جاي في ألفين واحد وعشرين قبل موعدها باربع سنوات وقلت له أنا عاوزة سدد الكنبيالة دي بس أكيد هستحق خاصة قلت لي بأنت كده هتدفعها حاجة اسمها قيمة حالية وقلتكن مثلا تمن تلاف جنيه وقلتكن كام تمن تلاف جنيه برافو عليك هو ده اللي أنا عاوزة أسمعه منك سمعك وانت بتقول لي ده القيمة الحالية أقل من القيمة الاسمية لأن دي كانت كام عشر تلاف والقيمة الحالية بقت كام تمن تلاف عارف الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية اللي هو كام ألفين هو ده اللي هنسميه الخصم هو ده اللي هنسميه الخصم يعني معنى كلام حضرتك أن الخصم هو الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية بالظبط طب ايه هي القيمة الاسمية بقى تعال نشوفها مع بعض على الشاشة نعرف يعني ايه القيمة الاسمية ويعني ايه القيمة الحالية ويعني ايه الخصم ويعني إيه تاريخ الخصم ويعني إيه تاريخ الاستحقاق يبقى اتفقنا مع بعض أن كل دين له قيمة اسمية وقيمة حالية إمتى تبقى قيمة اسمية لو اتدفع في موعد استحقاقه وإمتى تبقى قيمة حالية لو اتدفع قبل موعد استحقاقه علشان كده هقولك بص معايا على الشاشة الخصم هو المبلغ الذي يقصم من الدين الأصلي في حالة ساداده إمتى بقى قبل موعد استحقاقه ويرمز له بالرمز ساد طيب عندي كمان عاوز أقول إيه عاوز أقول أن القيمة الاسمية هي قيمة هذا الدين في موعد استحقاقه في اليوم اللي كان هيدفع فيه يعني لو المثال اللي احنا قلناه العشر تلاف لو كنا سبناهم ودفعناهم في سنة الفين خمسة وعشرين يبقى ده كان يبقى قيمة اسمية ده قيمة اسمية أما لو دفعتهم قبل كده يبقى دي اسمها قيمة حالية لذلك القيمة الاسمية هي قيمة الدين هي قيمة الدين في يوم استحقاقه أو في موعد استحقاقه دي كده قيمة اسمية أما القيمة الحالية هي قيمة الدين قبل موعد استحقاقه يبقى عندي قيمتين لكل دين القيمة الإسمية والقيمة الحالية الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية على طول بيكون هو الخصم طيب عندي كمان زي ما اتفقنا القيمة الحالية يا قيمة الدين قبل موعد استحقاقه ويرمز لها بالرمز ح يبقى القيمة الإسمية سين والقيمة الحالية ح والخصم صاد يبقى اتفقنا القيمة الإسمية سين والخصم صاد والقيمة الحالية ها عندي كمان بعض التعريفات اللي ممكن تجيني في صورة أكبر هو تاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي تستحق فيه القيمة الإسمية للدين تاريخ سدده ما عنديش أي مشكلة فيه ولكن ممكن يديني تاريخ قبل تاريخ الاستحقاق يديني مثلا لو تاريخ الاستحقاق 2025 الدني هو 2021 التاريخ ده قبل تاريخ الاستحقاق اللي هو التاريخ الذي يتم فيه خصم او قطع الدين ويكون سابق لتاريخ الاستحقاق خد بالك ان دايما تاريخ الخصم او القطع بيكون سابق لتاريخ الاستحقاق ما ينفعش ييجي بعده كمام طيب عندي انا بقى بعض التمرين او نكتب الاول بس بعض القوانين اللي هي هتعرفنا ازاي احسب القيمة الحالية والخصم الصحيح المركب اقول لك معي ضيف جديد لهذا الدرس الضيف اسمه الجدول التاني الضيف ده اسمه الجدول التاني الجدول التاني بيستخدم لاجهد القيمة الحالية لمبلغ او القيمة الحالية للجنيه واحنا عارفين ان القيمة الحالية دايما اقل من القيمة الاسمية يبقى دايما دايما القيمة الحالية اقل من القيمة الاسمية لذلك هتلاقي مستخرج الجدول التاني دايما اقل من الواحد دايما مستخرج الجدول التاني يكون اقل من الواحد عشان يعمل لي تقليل لعملية الخصم اللي عندي يبقى هنا هنشوف مع بعض قانون القيمة الحالية باستخدام الجدول التاني هقولك ان القيمة الحالية رمزها ايه اتفقنا حا القيمة الحالية حا بتساوي القيمة الاسمية سين في مستخرج الجدول التاني خد بالك الرمز شبه رمز الجدول الاول بس هنا حا الجدول الاول جيم دي حا يبقى هنا الحا او القيمة الحالية بتساوي سين في حا نون بمعدل عين في المية خد بالك معايا كده ده بالجدول الاول طب لو انا عاوز بالجدول التاني طب لو عاوز الخصم أو الخصم بيساوي القيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية ده قانون الخصم طب لو عاوز الخصم مباشرة قلتلي بيساوي القيمة الاسمية في واحد ناقص مستخرج الجدول التاني يبقى كل اللي احنا اشتغلنا ده كان اسمه مستخرج الجدول التاني لإيجاد القيمة الحالية والخاصة ده قانون القيمة الحالية باستخدام الجدول التاني طيب لو حابب أخد تمرين على الكلام ده لو حاببين مع بعض ناخد تمرين على الكلام اللي احنا قلنا ده تقول لي كم بيالا قيمتها الاسمية عشرين الف جنيه كم بيالا قيمتها الاسمية كم عشرين الف جنيه خد بالك زي ما احنا متفقين مع بعض كده دايما كل كلمة في التمرين أطلع معناها كمعطيات كم بيالا قيمتها الاسمية عشرين الف جنيه أقول لي بأيزا القيمة الاسمية بتساوي عشرين الف جنيه استحقت او خصمت قبل موعد استحققها بمدة تسع سنوات بمدة كم سنة تسع سنوات يبقى دي مدة الخصم اللي عندي تسع سنوات وذلك بمعدل خصم صحيح مركب حداشر في المية سنويا عاوز مني ايه عاوز القيمة الحالية للكمبيالة وعاوز مقدار الخصم قلو تمام نبدأ الاول نشوف انت عاوز القيمة الحالية للكمبيالة القيمة الحالية لهذه الكنبيالة بتساوي السين في مستخرج الجدول التاني امام تسعة واسفل حداشر واكد عليك تاني ان ده مستخرج الجدول التاني قلت ليه يبقى الحاة بتساوي السين بيعشرين الف مستخرج الجدول التاني تحت احداشر قدام تسع سنوات يطلع علامة تلاتة تسعة سفر تسعة اتنين اربعة ده العمود التاني او الجدول التاني خلاص بلاكش داعها بالجدول الاول لو عاوز تستخدم الجدول الاول كنت اتقسم عشرين على مستخرج الجدول الاول انما احنا بنجيبها بمستخرج الجدول التاني بمنتهى البساطة يطلع على طول القيمة الحالية لهذا الدين اللي هو العشرين الف يطلع القيمة الحالية بتاعته سبع تلاف تمنمية وتمنتاشر ونف لاحظنا ان القيمة الحالية اقل من القيمة الاسمية مش بس كده ده نقدر اجيب كنت الخصم الخصم اللي هو الصاد بيساوي قيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية يبقى القيمة الاسمية بتاعتي كانت بعشرين الف والقيمة الحالية لسه طلعها بسبع تلاف تمنمية وتمنتاشر وكام ونف يطلع معاك بالزبط وبالتحديد تمسك القيمة الحزبة يطلع اتناشر الف مية واحد وتمنين اتناشر الف مية واحد وتمنين ونف قدرنا نحصل على قيمة الخاص يبقى دايما لما يدي لك معطيات المسألة قيمة اسمية معدل مدة وعاوز قيمة حالية اول حاجة عينك تروح على الجدول التاني الحاجات دي موجودة او لا لا المعدل موجود او موجود المدة موجودة او موجودة يبقى على طول تستخدم مستخرج الجدول التاني لانه بيسهل معاك الدنيا بطريقة اسهل كتير جدا جدا طيب لو عندي المعدل او المدة المعدل عندي لو هو معدل غير سنوي اعمل ايه اقولك طبعا بنستخدم مرات الاضافة لتعديل وحدات الزمن وبعد كده نشوف هي موجودة في الجداول المالية ولا مش موجودة في الجداول المالية تعال معايا وشوف بيقولي كم بيها لقيمتها الاسمية عشر تلاف جنيه يبقى حضرتك اديتني القيمة الاسمية بكام بعشر تلاف جنيه تستحق الدفع في واحد واحد الفين وعشرين قدمت للبنك الخصماء في واحد سبعة الفين وستاشر خد بالك انا معايا تاريخ استحقاق وتاريخ قصم عشان ااكد عليك في الجزء النظر اللي احنا قلناه انا معايا تاريخ استحقاق اللي هو واحد واحد الفين وعشرين ومعايا تاريخ قصم اللي هو واحد سبعة الفين وستاشر واحد نقص واحد مفيش سبعة من واحد ماينفعش يبقى طبعا بس تلف سنة من العشرين تبقى هنا تلاتاشر شهر سبعة من تلاتاشر ستة وبعدين ستاشر من تسعتاشر يطلع تلاتة يبقى هنا المدة بتاعتنا اصبحت تلات سنوات ونصف او ست شهور يبقى دي تلاتة ونصف سنة على طول اشوف المعدل كان غير سنوي خمسة في المية كل ست شهور يبقى المعدل اللي عندي خمسة في المية كل ست شهور اولو تمام اقدر اجيب الميم اتناشر شهر في السنة على الست شهور بتاع المعدل يبقى الميم مرتين نقدر نعدل وحدات الزمن يبقى التلات سنين ونصف ده هم لما اضربهم في اتنين يطلع بسبع وحدات زمن يبقى دي النون الجديدة اللي اشتغل عليها فكرني بقى كده بالقانون الاول السبعة موجودة في الجدول والخمسة موجودة في الجدول تقدر تقول لي ان القيمة الحالية بتساوي القيمة الاسمية في مستخرج الجدول التاني بس امام سبع سنوات واسفل خمسة في المية وافقرك ان ده بيجي من مستخرج الجدول التاني السين كانت عندي بعشر تلاف مستخرج الجدول التاني اللي عندي هتلاقيه علامة سبعة واحد صفر ستة تمانية واحد تلاتة هتضرب يدي لك سبعة تلاف مية وستة وعلامة تمانية وستين جبت القيمة الحالية تقدر تجيب الخاصم بمنتهى البساطة عن طريق سين ناقص حا وتحسبها بالقالة الحاسبة علشان اقدر ادي لك تمرين تاني قبل نهاية حلقتنا طيب خد بالك معايا بقى من التمرين اللي جاي ده ده تمرين سهل جدا 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 معدل غير ثانوي بقى جيب الميم مرات الاضافة وبعد ما جبت مرات الاضافة بتاعتي باش بص على المعدة لقيت المعدة مش موجود في الجداول المالية في الحالة دي هنعمل ايه هنشتغل بالقالة الحاسبة ما تقلقش من اي تمرين وبالراحة وفكر فيه بطريقة سليمة كم بيالا كمتها الاسمية عشر تلاف جنيه كم بيالا كمتها الاسمية كم عشر تلاف يبقى حضرها تقول لي النسين بتساوي عشر تلاف جنيه المعدل خمسة وتسعة من عشرة في المية كل ستة شهور المدة بتلاتة ونص سنة ايه اللي حصل هنا في المعدل ده هتقول لي لازم اجيب الميم الاول اللي هي باتنين عشان اتناشر على الستة فيها اللي اتنين وبعدين اعد الوحدات الزمن تطلع تلاتة ونص في اتنين بسبعة قلت لي ايوة مستر السبعة موجودة قلتلك بس الخمسة وتسعة من عشرة مش موجودة يبقى لازم نستخدم الآلة في الحاسبة ايه اللي هيحصل في الآلة الحاسبة هقولك القيمة الحالية بتساوي القيمة الاسمية في واحد وعين من مية قص نو قص نون او لو عاوز تقول اهي او القيمة الحالية بتساوي السين على واحد وعين من مية قص نون عايز تشتغلها بالسال بيبقى ضرب او تشتغلها بالموجة بيبقى اسمة تعال عوض يبقى دي العشر تلاف في واحد المعدل عندنا تحت العشر لازم يحط سفر على يمين العلامة خمسة تسعة وخمسين قص سبعة بالآلة الحاسبة هتلاقي نفسك جبتها بمنتهى البساطة يطلع عندك القيمة الحالية بستة الاف ستمية اربعة وتسعين علامة خمسة وستين من مية طيب دي كانت مسألة سهلة جدا على ايجاد القيمة الحالية بالآلة الحاسبة عندي كمان بعض التمرين السهلة الجميلة لو مغيب القيمة الاسمية لو مغيب القيمة الاسمية لازم هنا نعرف كل الافكار اللي عندنا او لو ادلك اكتر من مبلغ برضو دي فكرة سهلة جدا جدا نشوفها مع بعض سريعا بيقول لي تاجر مدين بالديون الاتية عشر تلاف جنيه تستحق الدفع بعد مرور ثلاث سنوات من الآن يعني لسه بعد ثلاث سنين عشرين الف بعد خمس سنين ثلاثين الف بعد ثمان سنين من الآن اتفق الآن مع دائنه على سداد هذه الديون مرة واحدة على ان يسمح له بخاصم صعيح مركب اربعة عشر في المية احسب ما يسدده الآن هتقول لي مصر دي مسألة فيها ثلاث ديون او تعتبر ثلاث مسائل كل اللي عاوزه من حضرتك بمنتهى البساطة اعتبر ان المسألة دي ثلاث مسائل وما تكتبش قوانين كتير حل على طول يبقى انت عندك قيمة حالية للدين الاول وقيمة حالية للدين التاني وقيمة حالية للدين التالت حضرتك قلتلي الدين الاول كان كام قلتلك 13ostel في مستخرج الجدول التاني عند تلات سنين ب14% والدين التاني كان بعشرين الف في مستخرج الجدول التاني عند خمس سنين بمعدل 14% والدين التالت كان ب30 الف في مستخرج الجدول التاني عند ثمان سنين بمعدل 14% تمام? يبقى احنا قلنا ايه يا جماعة؟ على طول ادي العشر تلاف مستخرج الجدول التاني تحت 14 قدام 3 سنوات كان علامة 6 7 4 9 7 لما تضرب يدي لك 749 علامة 7 الدين التاني عندي 20 ألف فيه تحت 14% في الجدول التاني قدام 5 يديني علامة 5193 6 8 اضرب يدي لك 10387 و37 من 100 اخر حاجة 30 ألف فيه مستخرج الجدول التاني تحت 14 قدام 8 يطلع علامة 355 9 اضربهم يطلع 10500 و16 علامة 7 خد بالك احنا كده خلصنا التمرين باقي حاجة صغيرة انك تجمع التلت نواتج اللي طلعوا معاك هتلقى التلت نواتج لما تجمعهم يطلع 27000 653 و86 86 من 100 عارف الرقم ده هو مجموع ما يسدده الآن اللي هو القيمة الحالية للتلت مبارل وبكده يبقى الحمد لله قدرنا نجمع افكار بداية القيمة الحالية والخاصة وان شاء الله على وعد وامل باللقاء على قناة مصر للتعليم الفني دمتم في حفظ الله وامنه كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم شكرا للمشاهدة